يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع لهم في كييف قريباً حيث سيكون الأول خارج حدود الاتحاد أفق ما أعلنه وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا فإن الاجتماع المرتقب يشير إلى أن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من المشروع الأوروبي حسب تعبيره كانت رئيسة البرلمان الأوروبي قد عبرت عن أملها في أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام مفاوضات لانضمام أوكرانيا ومولدوفا إليه بيشاني مساة أقراني أرين ديمامي إلا حلفي النتو قل رئيسة البرلمانية لعدماني في إليه تعملوا على تحقائق تقدمي عملية في هذا المصر اقراني مساحة سيكون جيدة ومولدوفاية ومخصنة أمباكيسة سيديوية وهو صحاب أحيانيا للأوليًا أكيد رأييكوش عمنا مرحبوكي بثبت بناسبب عبارة لكيبي عقده من فيه وصف العربية ، الإجتماعي في مقالعيبة إدمفاده في وقتين قريب ، من أجل الناسية أو الإجتماعي إلى الأطفال الأوروبية إعجابتك في المعارضة وإعجابتك في المعارضة. إذا جاءً فينواء أمام تستطيع أن تستطيع أن تريد من اجلوا بشكل صندوق. سأعتقد أن يوم بخلص وغير أساسي بشكل مجرمات يجب أن يجعل بالنسبة إلى المعارضة. سألتح إلى أثناء فيه لنهجم أيضاً تحديات. وذلك عاقب حادثة انفجارات خط نبيب نورستريم رئيس خلية الناتو لحماية البنية التحتية تحت سطح البحر قال إن كشف التهديدات في الوقت المناسب يرسل إشارة ردع إلى العدو سواء كان روسيا أو أي جهة أخرى أربع عشرة دولة من حلف الناتو إلى جانب السويد تقوم باختبار غواصات مسيرة وأجهزة استشعار باستخدام ذكال اصطناعي حيث تستمر تدريبات لمدة 12 يوماً قبالة السواحل البرتغال وفق وكالة بلومبرغ فإن الهدف من تلك الاختبارات والتدريبات هو اكتشاف السلوك الخبيث بإشان البنية التحتية تحت الماء فور حدوثه ومشاركت تلك المعلومات مع الحكومات والمشغلين من القطاع الخاص عقب حادثة انفجارات خط أنبيب نورستريم رئيس خلية الناتو لحماية البنية التحتية تحت سطح البحر قال إن موسكو تستخدم مجموعة من سفونها الحربية البحرية والسفن العلمية بالإضافة إلى سفن الصيد التجارية والسفن الحويات والنقلات لتتبع الأنظمة البحرية المهمة لحلفاء الناتو يقول الحلف إن أكابلات البيانات البحرية تحمل معاملات مالية تبلغ قيمتها حوالي 10 تريليون دولار يومياً وحوالي 95% من حركة الانترنت العالمية كما يأتي مستخراج ثلثي النفط والغاز في العالم إما من البحر أو نقله عن طريق البحر حيث يبلغ طول بعض الأنظمة آلاف الكيلومترات والواقعة تحت عمق مئات الأمتار تحت سطح البحر مما يجعل عملية المراقبة معقدة وكالة بلومبرغ لفتت لأن التكنولوجيا ستلعب دوراً متزايداً الأهمية لمنع هذا النشاط في الحياة الواقعية إذ أوضح الناتو أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لمتابعة تحركات السفن والأجسام الأخرى إذا كانت تعبر في مجال البنية التحتية الحيوية عدة مرات ترجمة نانسي قنقر